السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في مدرسة تطوير الإلكترونية دروس ودرسنا لهذا اليوم هو للصف الأول ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الثاني سنحل بإذن الله اليوم تطبيقات على السرعة المتجهة النسبية سنتعلم اليوم بإذن الله ونراجع ما أخذناه في السرعة المتجهة النسبية ونحل مسائل بإذن الله تتعلق بالسرعة النسبية في البداية أريدك أن تركز جيدا في هذه الصورة من هو العداء الأسرع في هذه الصورة كما تلاحظ فكأن العداء الذي في المنتصف هو الأسرع بينهم نريد أن نصف حركة العداء الذي في المنتصف بالنسبة للعداءين الآخرين العداء الذي في المنتصف يرى العداءين أبطأ منه أي أن لهم سرعة متجهة نسبية أقل من سرعة بالنسبة لنا نحن كمتفرجين سنراهم جميعا يتحركون بسرعة كبيرة جدا ولكن هذا العداء يرى أن العداء الأول يفوقه بسرعة بسيطة بسرعة بسرعة قليلة وأيضا العداء الذي على اليسار يرى أن العداء الذي في المنتصف أسرع منه بسرعة أيضا قليلة أما العداءين هؤلاء العداءين يريان أن لهم سرعة متساوية أي نقول أنه لا يوجد فرق بين سرعتهم العداء الذي في المنتصف يرى أن هذا العداء أبطأ منه إذن سرعته ستكون بالماينس ويرى أيضا أن هذا العداء أبطأ منه إذن سيكون له سرعة أقل إذن نستطيع أن نقول أن السرعة النسبية هي سرعة جسم ما بالنسبة لجسم آخر خلينا مع بعض نشوف بعض الحالات وبعض الأمثلة التي توضح معنى السرعة النسبية الحالة الأولى هي لشخص يقف على سيارة والسيارة هذه متحركة في هذا الاتجاه وهناك مراقب يقف بعيدا هذه السيارة الآن متجهة في هذا الاتجاه بسرعة 20 متر في الثانية بالنسبة للشخص الثاني أي أن هذا الشخص يرى أن سرعة هذه السيارة 20 متر في الثانية أيضا هذا الشخص رقم 2 يرى أن لهذا الرجل رقم 1 سرعة مقدارها 20 متر في الثانية بالنسبة للشخص الذي فوق السيارة يرى أن له سرعة بالنسبة للسيارة تساوي صفر لأنه فوق السيارة إذن الآن درسنا ورأينا معنى السرعات المتجهة النسبية أي أننا نتحدث عن سرعات الأجسام بالنسبة لأجسام أخرى نأخذ الحالة الثانية الحالة الثانية كما ترى في الصورة قطار يتحرك بسرعة 20 متر في الثانية بالنسبة للشخص الواقف على الأرض فإن هذا القطار يتحرك بسرعة 20 متر في الثانية في هذا الاتجاه أما الشخص الذي في القطار فبالنسبة للشخص الذي على الأرض سيكون له سرعة مقدارها سرعته زائدا سرعة القطار أي أن له سرعة مقدارها 21 متر في الثانية الشخص الذي في القطار يرى أن له سرعة في هذا الاتجاه مقدارها 1 متر في الثانية بالنسبة له القطار لا يتحرك وسرعته فقط هي المحسوبة هذا بالنسبة له إذن رأينا كيف ننظر للسرعة المتجهة النسبية من حسب الراصد أو بالنسبة للشخص الذي يدرس السرعة الحالة الثالثة هي مشابهة للحالة الثانية عندما يكون هناك قطار يتحرك في هذا الاتجاه بسرعة 20 متر في الثانية بالنسبة للشخص الذي على الأرض أما سرعة الشخص الذي في القطار فله سرعة مقدارها سالب 1 متر لكل ثانية لأنه يتحرك في اتجاه معاكس لاتجاه القطار إذن لنلخص معا قانون السرعة النسبية إذن السرعة النسبية للجسم A بالنسبة للجسم C تساوي سرعة الجسم A بالنسبة للجسم B زائدا سرعة الجسم B بالنسبة للجسم C نأخذ مثال على هذا القانون يركب أحمد وجمال قاربا يتحرك في اتجاه الشرق بسرعة 8 متر لكل ثانية دحرج أحمد كرة بسرعة 0.75 متر لكل ثانية في اتجاه الشمال في عرض القارب وفي اتجاه جمال ما سرعة الكرة المتجهة بالنسبة للماء نريد أن نرسم هذه الحركة فالقارب الآن يتحرك في هذا الاتجاه بسرعة 8 متر لكل ثانية ودحرج أحمد كرة في اتجاه جمال في اتجاه الشمال في هذا الاتجاه بسرعة مقدارها 0.75 متر لكل ثانية يريد إيجاد سرعة الكرة بالنسبة للماء أيوة كأنه يريد إيجاد هذا الوتر اللي هو R الآن سأستخدم قانون في ثغورث لأن هذه الزاوية هي زاوية قائمة وأبدأ بكتابة المعطيات سرعة القارب بالنسبة للماء تساوي 8 متر لكل ثانية وسرعة الكرة بالنسبة للقارب تساوي 0.7 متر لكل ثانية ويريد إيجاد سرعة الكرة بالنسبة للماء هذا هو المطلوب إيجاده إذن سرعة الكرة بالنسبة للماء تساوي طبعا تربيع نريد أن نوجد الوتر باستخدام قانون في ثغورث سرعة القارب بالنسبة للماء تربيع زائدا سرعة الكرة بالنسبة للقارب تربيع الآن نأخذ الجذر التربيعي للطرفين يختزل الجذر مع التربيع ويصبح القانون كما ترى أمامك الآن نعوض في هذا القانون سرعة الكرة بالنسبة للماء تساوي جذر نعوض 8 تربيع زائدا 0.7 تربيع سأجد أن سرعة هذه الكرة بالنسبة للماء تساوي 8.01 متر لكل ثانية وهي في اتجاه الشمال الشرقي إذا أردنا أن نوجد زاوية التي تتحرك فيها الكرة فالزاوية ثيتا تساوي تان بس مينس واحد لسرعة الكرة بالنسبة للقارب على سرعة القارب بالنسبة للماء إذن الزاوية تساوي تان بس مينس واحد لصفر فاصلة 7 قسمة 8 سأجد أن الزاوية تساوي 5 درجات نأخذ مثال آخر تطير طائرة نحو الشمال بسرعة 180 كم في الساعة بالنسبة للهواء وتهب عليها رياح نحو الشرق بسرعة 85 كم في الساعة بالنسبة للأرض ما سرعة الطائرة بالنسبة للأرض إذن هذا المثال مشابه للمثال الثابق نكتب المعطيات سرعة الطائرة بالنسبة للهواء تساوي 180 كم في الساعة وسرعة الهواء بالنسبة للأرض تساوي 85 كم في الساعة نريد إيجاد سرعة الطائرة بالنسبة للأرض نستخدم أيضا قانون فيثاغورس وهو يساوي سرعة الطائرة بالنسبة للأرض تربيع تساوي سرعة الطائرة بالنسبة للهواء زائد زائد سرعة الهواء بالنسبة للأرض تربيع تربيع نأخذ الجذر التربيعي للطرفين يختزع التربيع مع الجذر التربيعي الآن نقوم بالتعويض بهذا القانون يساوي سرعة الطائرة بالنسبة للهواء 180 تربيع زائد سرعة الهواء بالنسبة للأرض ويساوي 85 تربيع سأجد أن سرعة الطائرة بالنسبة للأرض تساوي تقريبا 199 كيلو متر لكل ساعة وأيضا في اتجاه الشمال الشرقي سؤال آخر يتحرق قارب في النهر بسرعة 3.5 متر لكل ثانية بالنسبة للماء بينما يسجل سرعة هذا القارب راسد يقف على الشاطئ فيجدها تساوي نصف متر لكل ثانية بالنسبة له فما سرعة ماء النهر وهل يتحرك هذا القارب في اتجاه الماء أم عكس اتجاه الماء إذن نكتب سرعة القارب بالنسبة للماء تساوي 3.5 متر لكل ثانية وسرعة القارب بالنسبة للشخص تساوي نصف متر كل ثانية ونريد إيجاد سرعة الماء بالنسبة لهذا الشخص نقوم بالتعويض سرعة الماء بالنسبة للشخص تساوي سرعة القارب بالنسبة للشخص ناقصا سرعة القارب بالنسبة للماء أعوض أعوض نصف متر لكل ثانية ناقصا ثلاثة ونصف متر لكل ثانية سأجد أن سرعة الماء بالنسبة للشخص تساوي سالب ثلاثة متر لكل ثانية إذن الآن هل يتحرك هذا القارب مع أو عكس اتجاه الماء من إشارة السالب نقول أن هذا القارب يتحرك عكس اتجاه الماء وبكذا يكون وصلنا لنهاية الدرسنا لهذا اليوم إذن تعلمنا اليوم عن السرعة المتجهة النسبية وحلينا بعض المسائل عليها هذه مراجع درسنا لهذا اليوم وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية نراكم بإذن الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر